السلام عليكم اخوتي واش راكم لا بس بخير صحة فطوركم مسبقان صحة رمضانكم تينا نحكو التصريحات تعبيب واردولا لان فيها شك بوما كالا شكلة والو بصح واش لكن كما قولوا اردوكم نحكي لكم باش تفهمو ومباك يكملو التصريحات تعبيب واردولا ندخلو واحد الصفحة دارت على رياض محرز ما قال جدا رائع وهذا هو اللي قلت لها لكم البالحة الاهمية تعال ضربات الحرار اللي راو يدير فيها رياض محرز دارت ما قال مقارنة مع كانتي مقارنة مع هازارت اللي اللاعبين اللي ما قال هاي اللي عجبني بو نبدو بالتصريحات تعبيب واردولا بيب واردولا يقول لك في موسم واحد يمكن انه نالفوز بشيء ما اه لا لا يقولو للاعب اه كل ثلاث ايام اه ليس لدينا وقت كافي للتدريب للتدريب لا اشعر انه يمكنونا التطور في الملعب لاننا لا نملك الوقت يعني لو يقول لك اه كل ثلاثة ايام اللاعبوا مات يعني ما انقدروش نتطور وما عندنا ما ندربوش بزاى في الانجليز ما يدربوش بزاى السرطة الانديا اللي تلعب باللاقي علمونا كيما قولو الالقاب ما يدربوش ما عندهم مش الوقت لأنه حيث يجعل مباراة يروحوا يسترخوا ما عندهمش الوقت باش يزيدوا الدربو باش يروحوا المباراة اللي بعد تلعب بعد يومين يعني كل تلتي ايام مباراة وهذا هو اللي راهوا يقصد فيه بيبو كورديو الهنا يا اه قال لك السبب اللذي يجعلونا نقوم بعمل جيد هو جودة اللاعبين وهم اذكية يعني الداكعت على اللاعبين حتى وما راناش ندربو ما نقدروش نطورو من انفسنا ولكن جودة اللاعبين هي اللي راه يتساعد فينا قال لك في موسم واحد يمكنونا الفوز بشيء ما يعني نقدروا نفوز بشيء ما ولكن ولكن لكي تظل تابتا في المستوى على مدار سنوات وسنوات هناك سر واحد امتلاك لاعبين جيدين يعني يكونوا عندك لاعبين على المستوى باش تقدر تكمل في هذا المستوى انت كل تلتي ايام تلعب معك قال لك جودة اللاعبين وحاول ان نشتري لاعبين جيدين لاني نستمر في الفوز لفترة طاولة لعبين جاي تشوفوا كان واحد النقطة حبيت نجيليا كان بزاف اللي يقول لك مونشيستر سيتي عندو مدراهم ويشيروا بزاف لاعبين يا اخوتي المونشيستر سيتي راهي ما رايش تجيب في النوجوم بيكل صراحة ما دياس هذا شكل اللي كان يعرفوا رودري شكل اللي كان يعرفوا بو ما كانش مشهور ما عندوش عاسم بارابورت شوف انت الاندي واحد اخرى ريال مادريد ولا يجيبوا هازار ولا بارزوم برشلونة اللي يدفعوا 120 هما هالاند هالاند بيب كوردولا قال لهم في المؤتمر الصحفي قال لهم برئيس النادي ماروش حيبي يدفع فوق 100 مليون جامي شرعوا لعف فوق 90 مليون رياض محرس كان اغلى صفقة في تاريخ مونشيستر سيتي عندها ثلاث سنين كان واقل بحالة بشحال 70 مليون اوروس 60 مليون جوناء استرليني جيب بزاف لاعبين بتعمر دقة تاحا ولكن لاعبين توحى قاع سعر تاحاهم 50-60 ما كانش هذي 1680 كيما باريس انجان ما كيما ريال مادريد كيما برشلونة كيما تشالسي كيما وسمهم اه وسمهم اه اليونايتد ولا هادوك يشارو مونشيستر سيتي ما تشاريش لاعبين زعمة اللي بومبا بومبا الواحد اللي كان نجم وجابته هو رياض محرس مونشيستر سيتي الواحد اللي كان نجم وكان دير حالة في عامو ده احسن لاعب الدوري الانجليزي الممتاز هو رياض محرس النجم اللي جابته ليه باقيقا مشي معروفين بو مشي معروفين يعني ما تعرفهم ولكن مشي نوجهم ساطعين ولا فهمته تقول لي كيفين دي برون كان في تشالسي كيفين دي برون اختش ترتك ترتك مع اليونايتد كان يلاع في فولسبورغ كان يلاع في فولسبورغ كنت نعرف في المانيا وشفت بلي عنده مستوى كي كان يلاع في المانيا كي كان يلاع في فولسبوغ هذا اللعب سي بانورمال عنده واحدة مرائرات سي بانورمال الداتو تشالسين بعد ما نجح لاش عودت ورجعت واقع الفولسبورغ لما على بيش اعارة وبعد الداتو مونشيستر سيتي يعني ما كانش مطرطق ما كانش في المستوى العالي اللي كان فيها رياض محرس بون وش يقول لك يقول لك احب اللاعبين الذين لديهم القدرة على الاحتفاظ بالكورة وهذه هي اللي رياض محرس مشي دائما لازم يلاوغك تفهم وش حبي يقول انه احد الاشياء الرئيسية التي ابحثوا عنها يتعين على اللاعب الاحتفاظ بالكورة في الظروف الصعبة يعني على ضد باري سنجل ما كان اللي رياض محرس ما يلاوغش بون كان اوقات كيفاريق اللي لابلك المرتدات كده لازم تضياش معه كورة تاديكية الصعبة مشي ويتحكم بالنون تلاوغه عندك لازم اوقتش شراوغ واقتش مرر لاصحابك وهذه هي اللي درتلكم عليها البالح قالت اوقع الجاردة قالت رياض محرس تاسيتي على كلها قالت باللي رياض محرس ولا يعرف اوقتش يدري بلي ولا يعرف اوقتش يمر لاصحابك هكذا قال لك نجحنا الموسم حتى الان هو في الاساس يعود الى لعبين وجودتهم والسبب تاني هو التفكير هذه حكيتها هذه والراهي وش يقول لك قال لك غدا لدينا فرصة كبيرة لنخطو نحو اللاقب نتعافى الان في باريس في باريس انها مباراتنا السادسة في فترة قصيرة هناك ارهاق لنلعب غدا في الظاهرة لذا ليس لدينا وقت اضافي للتعافي من باريس سان جارما قال لك داني اسافر الى لندن استيقظ جيدا واحاول الفوز بالمبارات الباقي لا يمكنني السيطرة عليه انها مهمة صعبة يعني دائما لا اتذكر مبارات سهلة ضد كريستال باريس قال لك يعني اللاعبين هادوما ما عندهمش الوقت باشيرو بوزي وراكوش شايفين هابا لكم باللي عندهم غدوة ضد كريستال طالاس ما قلت لكمش على 12 ونصب توقيت الجزائل الوحدة والوحدة ونصب توقيت اوروبا وعندهم نهار ثلاثة يعني السبت الحد تنين ثلاثة عندهم مع باريس سان جارما الروتور اسكي الابا رياض محرس غدوة لا 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 الانم عند الله يعني ووازم يربح المبارات تعقد وافيبكوارد ولا لان مانشستر سيتي عندها ضد ليفربور نهار نهار الحد وسمعت بلي ليفربور ما عشي لاعبوه بسبع لاعبين يعني راح تزيد صعب المهمة باش خليه واسمه منشستر يونايتد يقلق اموه صعبين كده العلم عند الله سبع لاعبين ما يلاعبوش يعني باش تربح اليونايتد بدون خليوه مهمة صعبة لان لو كان غدوة تربح منشستر سيتي ونهار الحد تخسر واسمهم منشستر يونايتد اهلة نهائيا رسميا تأهلت لان عندهم 77 نقطة والاخرين عندهم 67 نقطة لو كان يخلق الموشستر سيتي تربحت واللي 80 نقطة والاخرين 77 نقطة لو كان يربح وقال يما يبقى ويوصلوا ال76 نقطة يعني ما يلاحقوش الموشستر سيتي اذا وصحوا لادارة غالط بيش ما طويش عليكم خوطين جل جاردة هذيك اللي حكيت علي رياس مهلز نسي نضربها بخفيف طويلة هي على كل حال راكوا تشوفوا هادي بناصيون هادية واش راه تقول لك قل لك رياض محرز يصبح السيد موتوق به في مونشيستر سيتي واش يقول لك كافح مونشيستر سيتي طويلا بقوة لابعاد رياض محرز عن ليستر سيتي باش يجيبهم ليستر سيتي عندما يبدو البيب غاردولا قصارى جهده من اجل لاعب ويستمر في الاودة يعني حتى وما حبوش يبعوه قاعد مورا مورا فعادة ما يكون هناك شيء مميز عنه يعني اللاعب يكون مميز قال لك اظهر الجزائر جوجته فيحكوا على كينك باور قال لك لكن ليس كل لاعب يرفع مستوى لعبه في نادي اكبر ويعتبر زميله السابق داني درينكووتر مثلا على ذلك كان من المفترض يكون الانتقال الى تشالسي قال لك ما نجحش وقدر حد الان قال لك ان الحديث عن تشالسي فان قصة ايدين هازار تؤكد بشكل اكبر يعني لحد الان ما زال منجحش قال لك ومع ذلك فان قصة محرز مختلفة تماما مثل قصة زميل سابق اخر في الفريق غولو كانتي الذي انتقل من نجاح منذ تبديل لستر سيتي بلندن قال لك حقق وراهي حقق كلا اللاعبين نجاحا محليا في كرة القادمة الانجليزية بالاضافة الى حصد الالقاب مع منتخباتهم الوطنية كلاهما يتطلع قال لك وراهي يتطلع الى المجد في دور ابطال اوروبا هذا الموسم الاخير كانت رجل مباراة حيث تعادل تشالسي مع ريال واسمهم تاتاتا واحد واحد يقول لك وهذا يؤكد اهمية الفرنسي بالنسبة لفريقه وراهي تاتاتا يقول لك لكن الامر نفسه هو ينطبق ايضا على الجزائري المولود في فرنسا لقد سجلت تسعة اهداف وصنع 24 تاتاتا مهمناش اللي امكان وحد الكلام حبيت لنوصل له اثبت مساهمته في دور ابطال اوروبا اهمية كبيرة ايضا ان تسجيل هدفين في اخر مبارتين في المسابقة جيد بما فيه الكفاية لكن اسلوب الاهداف واهمية وهما اللدان يبرزان حقا الدور الجديد لللاعب البالغ من العمر 30 عاما باعتباره الرجل المناسب في اللحظات الحاسمة هذه اللي قلتها لكم البارح اللي شافوا الفيديو تال بارح لوضع هذا في الاعتبار اهضر سيرجو اغويرو يبدوا يحكو باللي قال لك ضيعوا ستيرلينج بهدف مفتوح امام ليون يعني هذه اللي حبيت نوصل النقطة انه ستيرلينج في الاوقات الحاسمة وفي المباراة الاقصائية توجير يضيع لك اهداف سيرجو اغويرو قال لك ضيع هدفه لابيناتي ستيرلينج نحطها لكم مقراوها انتوما ستيرلينج تانيك ضيع تانيك مع ليون ورياض محرز دايما ضد وسمهم ماركة لهم بيناتي قال لهم مننديرها ودارها وماركة لوكنتيرها ويحده خريق دريراطية والكوفرون تانيك ماركة يجاب لهم الفوز قال لك سيتي في دور الابطال اوروبا هايلك الماضي مما ادى مباشرة الى طرد سيتي من دور ابطال اوروبا الموسم الماضي كان ذلك في دور تمانية وكانت تقدم خطوة الى الامام اصبح سريعا عقبة دهنية للفريق وهذا يفسر سبب طا طا يقول لك عندما حصل الفريق على ركلة جزاء حاسمة ضد بوريسيا دورتمون بينما كان متأخرا واحد سفر توقع الكثيرون ان يسددها كيفين ديبرون كانت تحويل الركلات المفاجئة يمثل مشكلة للرجال بيب واردولا في الاونة الاخيرة يعني كان عندهم مشكلة في ضربة الجزاء وزاد الوزن الاضافي للمناسبة وضرورة تسجيل بكل وسائل ضغطا هائلا على الجزاء ومع ذلك فقد تحول بخبرة قبل ان يضيفه في الفوضين هدفا تطنلاني قلت ضد باريس سان شرما في بارك ديبرنس صعد في محرز مرة اخرى لتسليمه عندما كان الفريق في امس الحاجة اليه جاء هدفه الرائع من ركلة حرة في الوقت المناسب ليمنح البلوس تقدما مهمة 2 واحد قبل مباراة الاياب على ملعب الاتحاد كانت هذه الاوقات الحاسمة التي حددت اداء السيتي في المنافسة لعدة سنوات حتى الان حتى الان ركزوا لي يا خوتي قلت لك يدل هذا الانتصال على ان الفريق قد يتجاوز زاوية في النهاية من الجيد معرفة انه محرز اضاع ركلة الجزاء الفضية في لحظة اخر تعدد ليفر بول انفيل السيدة تطا خاصة عندما يتعلق الامر بالركلات التنائية نحط لكم الرابط اللي يحبيزي ديقرها هيقرها خلطي مطوش عليكم نقول لكم صحة طوركم وصحة صحوركم ممكن ندلكم فيديوهم بعد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام